السلام عليكم طلاب شرح المحاضرة الثامنة طبعاً هي آخر المحاضرة هذه المحاضرة ستسويها على شكل أربع بارتات الفيديو ستكون قصيرة لكن الموضوع إلى بارت نجي إلى بعد ما أكملنا الغلوكروينويد سنأخذ السولفيت السولفيت كونجيكيشن السولفيت كونجيكيشن المنظيفة اضيفة السبسوترايت يأما يكون اندوجينيس يعني اندوجينيس موجود داخل الجسم أو اكسو جينيس يكون عند ركوانا تناول ذلك يعني خب خارج فإقللك عملية السولفيت العملية السولفيت كونجيكيشن شو هتكون تكون لسفريقونت أمنياً من اللوكروينويد كونجيكيشن وهي أكيد نحن قلنا أن اللوكروينويد كونجيكيشن هي الميجر فاشو تكون السولفيت ستكون لسفريقونت كونجيكيشن 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 من الأول الفرق بين الكحول وفينول الكحول حلقة الكحول مثلاً حلقة سايكلوالكان حلقة سايكلوالكين مثلاً عندك أليفاتك مرتبطة بها أو أعش هذا كحول لكن بينما كان حلقة بنزين بها أو أعش هذا شنو هذا في نور الزين الأمين هم يعتبر كذلك الأنهايدروكسي الأنهايدروكسي همين تحتبر هي المين فكشنل جروب أو الكومن فكشنل جروب لعمية المن السولفيتشن فهنا أنا راح راتبذني الفكشنل جروب على حسب الأولوية حسناً نعرف شنو لولي مرتهم وبعدين نعرف شن حسب الأولوية راح راتبهم أول شي الفينول وكحول يعني فينول وراها كحول حسب الأولوية بعدين أراماتيك أمين الأراماتيك أمين هي حلقة بنزين يكون مرتبط بها نه 2 والأنهايدروكسي الأنهايدروكسي مرتبط بها أو أج فإذن أول شي في نور بعدين كحول بعدين أراماتيك أمين بعدين شنو أنهايدروكسي يقول لك السولفيتشن is mainly used to conjugated اندوجينيس كومباونت السيترويد الهيبارين الكلوكرو الكلوكرو الكلوكروتين والكوتوكولامين والهايدروكسين أو الثيروكسين الثيروكسين عبارة عن هرمون شنو هنا الشخصي يقول لك يا عمية السولفيتشن بشكل أساس وين يصير؟ بشكل ميلي هي عادة يصير المنح يصير بشكل ميلي للإندوجينيس كومباونت يعني المركبات الموجودة داخل جسمك إبنيفرين السيترويد الكوتوكولامين الكوتوكولامين إبنيفرين الاندوجينيس كومباونت يقول لك السولفيت كونجكيشن بروسيس بشكل ميلي الكوتوكولامين ثلاثة فوسفو أدينوسين خمسة فوسفو سولفيت فوسفو أدينوسين خمسة فوسفو سولفيت خنقراها نقول باب شنو بابس يعني باب جميع حن بابس العمل يصير عن طريقها أنزيم اسمه سولفا ترانسفريس إذن يقل لك يا به من هو الكون زي مالتهن؟ هو هال اللي هو البابس يقل لك سبسكوينت ترانسفيرس أو في السولفيت من البابس نوديها السبسطية تخصد بها الدراج يعني ما يكون اندوجينيس أو اكسورجينيس عن طريق شنو مثل ما قلنا بالجدول يهو الأنزيم اللي هو السولفا ترانسفريس نعمل شو حاس عندي عنده سولفيت السولفيت يمنى فعلى أفاعلة بوجود الكوفاكتر اللي هو الميغنيسيوم وبوجود الأنزيم الأي تي بي السول 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 يقول لك يا بانه هذا السولفيت هذا السولفيت اللي هو عبارة هذا الرسم هذا السولفيت هو السولفيت نحن نعرف ان الأكسجين شبع بشكل شبع بأسربتين هذا الأكسجين مشبع هذا الأكسجين مشبع هذا الأكسجين مشبع الذي يحمل دبل بوند هذا يحمل دبل بوند واحدة ومشبع لماذا؟ لأن فاقد بروتون فاقد بروتون إذن شو حسوي أعمالية فسفرة يسوي أعمالية فسفرة هذا هو الأدينوسين ترايفوسث sheride راح أسوي الأعمال فسفرة بموقع 3 إذن هذا 1 هاي 2 هاي 3 بموقع 3 راح أسوي أعمالية فسفرة هنا إذن شو ضفت له ضفت له فوسفو إذن أقل لـ 3 فوسفو والباقيRI efficacy من زي نفسي أدينوسين 5 فوسفو صفيت هذا هو الاكتف انزايم هذا هو الكونزايم هذا هو الاكتف انزايم عملية السولفاشن كونجيكيشن شح يصير قائل لك انه شح ينتقل عندك ينتقل عندك السولفات من الاكتف وانا وديها على مودة حولة الى هايدروفالك وينطرح بوجود يا انزيم انزيم السولفو يقول لك يا عب انه هاي هذا المن رح اوديه اودي الى دراج الى دراج ها عندي اللي هو الـ HXR الـ HXR يصبح ممكن في نور ممكن كحول ممكن اورماتيك امين ممكن شنو ان اه عفا اي ان هايدروكسي ان هايدروكسي ذنين شح يصير راح ينقل هذا الى دينوسين او عثلاثة فوسفو ادينوسين خمسة فوسفا سولفيت ينقل لك السولفيت الى دراج الـ Substrate شو يطلع من الى دراج راح يطلع الـ H هاي من يطلع الـ O تبقى عليها سالب لذاك شنو يجيها الـ H اللي راح تطلع من الى دراج والى دراج والأكسار تجي ترتبط بمكان الـ O اللي يطلعت بمكان الى دراج فهذا الى دراج شي كون راح يكون راح يكون والعمية السولفاشن هي هاي السولفاشن كونجكيشن هس عبارة هذا دراج خي عميتي سويت عمية السولفاشن انما قليل دراج فاقل لك يا بهنا أنا شكوانت كوانت البابس اللي والأكتف انزيم وكذاك شكوانت كوانت لك السولفات كونجكيشن هذا هو السولفات كونجكيشن يقل لك السولفات كونجكيشن generally led to water soluble and inactive متابولايت اكيد انا جاي سوي عملية السولفاشن متابولايت للدراج أو السولفات كونجكيشن للدراج على مودي اللي يدراج يكون water soluble ويكون inactive وينطرح زي يقل لك هو أو السولفات كونجكيشن of some anhydroxy compound give rise to chemical reactive intermediate that are toxic شكوانت إنه شعدي عندي أنا عندي إنه شكيلك إنه عندي الان الان hydroxy هذا هو الان hydroxy يقل لك من أسوع آه يقال لك إنه O لماذا O معناها أنا سويت عملية للOH معناها أنا شون سويت عملية للOH أكيد فمن أسوي لها يعني شجيه رح يجيه H يجيه S حاملة double bond O double bond O O minus يطلع ال H هذي يجي ترتبط هنا فمن ترتبط هذي أنا شو هذا المركب هذا المركب هو intermediate هذا المركب شيكون intermediate هذا الانترميدي شيكون يكون chemical reactive شوان Eboxide اللي أخذناه بالFace1 Eboxide مات L-Auromatic أمين معت L-Auromatic رنق والألفين ونطدتك مطدتك شنو نطدتك نحن تلعي شيطان نطدتك الأرين أوكسايد هذا الأرين أوكسايد شنو صار هذا الأرين أوكسايد شان هو High reactive يعني هاي ألكتروفلك شو هيكون؟ رح هيكون هاي ألكتروفلك فما مستقر شي سوي يروح يرتبط فهذا الانترميديات كون يروح يرتبط يرتبط بالماكرو مولوكيول اللي هي الدي اناي الار اناي البروتين فيسبب لك يسبب لك توكسك لذلك الله سبحانه وتعالى حتى من الله سبحانه وتعالى شنو خلقيني الكلوتاثايون ليش الكلوتاثايون؟ تمنع لك ما يخلي هذا الانترميديات يجي يرتبط من يرتبط لك بهاي الدي اناي والار اناي والبروتينات شو هيها يقلك يا بأنو أنا من أسوي عملية سواء سحنا ناخذها بالتفصيل من رح لنحشتطيك هذا المركب هذا الانترميديات شي سمونا يسمونا النيترون يوميش تقليبا اسمه هاي سحنا ناخذه جان فمن أسوي عملية سولفيت كونجكيشن للانهايدروكسي كومباوند شتنطيني؟ هذا هو المركب الانترميديات اللي وشي يكون هذا الرياكتف فمن يرتبط بالمكرو موروكيور شي يكون يكون توكسيك مثل ما قلنا انو الفينول هو شنو هو الميني جروب يبقى عملية سورفيت كونجكيشن هنا رح ناخذ أمثله هذا الأمثل اللي رح ناخذه يعني هسي نشعدي هنا عندي يعني هالمظل هسي منها الحرق واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة منه أفضل شي أسوا عملية اوكسيديشن أسوا عملية اوكسيديشن أسوا عملية سولفيتشن أسوا عملية سولفيتشن لموقع ثلاثة 4 كده موقع ثلاثة فمنها شنو مثل ما ذكرنا هتقول هنا شنو شنو نجيب نجيب الأس دبل بوند أو دبل بوند أو أو يطلع اله ترتبط بها. احنا الادراكس صار هيدروفليك وينطرح. نفس الشي هنا انا. حمشي يجي. اصورتين او. اصورتين او. او. يطلع اله ترتبط بها. بترتبط باله. اله ترتبط باله. ليش ما سوينا هاي. هاد مو فينون. لا لا مو فينون هاذا. هاذا كحول. احنا الشرط انه الو اش ترتبط مباشرة بالبنزين. احنا مرتطف سيشدوه. اوكي هذا كحول. هم يصير لعملية. ايه مو احنا غير رتبناهن على اساس انه. على اساس الاولوية. اول شي فينون وبعدين كحول. يا بترى يصير. اذا كان هذا مو موجود. بس هذا موجود عندي. انا عندي فينون. اذا كان مو موجود فينون. اقدر انا اهتمت على هذا. زي. اذا كان السؤال. قل لي. حسنة طبعا السؤال مو على هذا الموضوع. الموضوع يقول لك. اذا هذا يصير ديالكليشن. ما يصير ديالكليشن ليش? لان احد شروط. الديالكليشن لازم الالفا كاربون. هذا هو الامين. هاي الالفا كاربون مالتي. الالفا كاربون شنو تحتوي. لازم تحتوي على اتش. وهنا ما تحتوي على اتش. هو هذا شنو. هذا بيرترش. اه عفن. تيرشاري بيوتايل. فاذا شنو ما رح يصير لعملية شنو ما يصير لعملية. اه 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 سور فيش اي عفن. ديالكليشن. اذا عملية ديالكليشن هنانه. ما رح يصير عندك. زين يصير عندك ديالك يصير. ليش? لان هذا الالفا كاربون. يعاليه اتش. شي ضير اج يضيف او اتش. الاش تطلح تصير الاصره هنانه. زين. هاذا ناس الكلفتش. الاصر تروح بالتجاه الان. الان شو صير عليها شنو سالبة. تجيها الاتش لي طرعت من نانه. صير انا ايشته. وهذا شي يصير كيتون. او قلدها اذا عفن. بجموعة اه وش يصير يطلع اتش. يبقى بس اتش واحد. وهذا المركب كل ارتبط به. زين. هنا نفس الحالة هم رح تجي. سولفيت. تطلع اللاج. اتطلع بها. نفس الحال هنا ما يصير دي الكلاشين باش يصير يصير الاصران دي امينايشن. يقول لك. الكلو شنو معناها معناها انو سويت عملية الكلوكورو نويد لي الفوكشنل القروب هي او اتش سوا كانت في نول سوا كانت كحول الكلوكورو نويد كونجيكيشن بينما الو سولفيت كونجيكيشن فورمت ان سمول اماماونت اليها الماينر شون شيخصو بنها دي حاجة كلا يقل لك يا عبي انو انت من يكون عندك هدراج هدراج اه يعني اذا كانت الفوكشنل القروب مالتا في نول راح يصير تنافس بين الكلوكورو نويد كونجيكيشن وبين السولفيت كونجيكيشن راح يصير تنافس يتنافس يعني من يتنافس يعني او اتش من الميجر الميجر راح تكون طبعا بالنسبة للأدلت هاجة سوف على الأدلت هسه وسرح نعرف شنو الفرق بين الأدلت والإنفان بالأدلت منه يكون الميجر 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 يكون هو اللي الليل لووكورو نويد والماينر الثانوي اللي هو السولفيت اذا نجاي قلالك نانه انو عملية الليل لووكوروinge انويد للفينول هي تحتث بشكل متكرر فرح تتنافس لك ويمان تتنافس願い قوية الصلفيشن من الميجر الميجر طبعا هو درج مطيق مثال هنا عليه اللي هو الاسيتامينوفين اللي هو الميجر الميجر هو الكلوكروينويد ومن الماينور اللي هو السولفيت اجن اكو استثناءات اي اكو استثناءات يقلك هاي يحكو اذا وان هذا حد يصير هذا يصير بادلت الاستثناءات وين بالنيونيت يعني الاطفال اللي عمارهم من يوم الاشهر يعني تراوح من يوم ال 3 شهر وليونك شليدرن اللي عمارهم تتراوح من 3 سنوات 3-9 سنوات فشنو ينونا ما يصير عدهم عملية الكلوكروينويد ميتابوليزم او الكلوكروينويد الكلوكروينويد كونجكيشن ليش لان هي ما حسير بيها يفدق ريزة تقلعتها عمية الكلوكروينويد ليش لان عدها الانزيم ما تدو جلوكروينويد اللي هو يصير عن طريقة يصير مثل ما ذكرنا بجدول عن طريقة يصير عمليات الكلوكروينويد لان هذا الانزيم وشنوة ما متطور عند الانفانت بعد طفل هو ما متطور عند هذا الانزيم على موضي يسوي يعني الدرقات اللي يصير لهم يتابوليزم عن طريق هذا عن طريق ما انطه للطفل. ليش؟ لأن الدراك هو يصر له متابولزم عن طريق الكلوكورنويد. إذا هو بعده لهذا الانزيم مات الكلوكورنويد هو يعني ما متطور يعني ما حصل لي متابولزم فالدراك شو يصر لي يصر لي أكيوموليشن وبوتالي يؤدي للطفل. لذلك شو يكون يا متابولزم يعني انطه الدراك اللي يصر لي متابولزم عن طريق الوين بالانفانت شفش يقول لك يقول لك ليش لأن ما راح تكون منطورة أو شو تكون تكون يعني انزيماتها موجودة بشنو موجودة بمستوى قليل لذلك شح يكون هو يتطور وهو يصبح يصبح ميجر الاسيتا الاسيتا امينوفين وين هذا حاجي هذا حاجة بتشريدران احنا مطيك يعني احيوضح لك اياها. خاج عدي احنا عدا عدي حلقة بنزين بهواش هاذا في نور. شا حصير لي راح يصير لي شوفنا قال لك انو المين متابولايت بالادولت اذا شنو هذي. الجلوكروينويد. والمين متابولايت بالانفانت يا هو السولفيت. احنا بالجلوكروينويد. شو نحن نجيب نجيب الاكتف انزيم مالته. اللي هو اليوردين ديفوسفيت انا عندي. انا عندي قر و انا عندي سي او 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 اش. كونوا يعني يزيل لك هو يزيل لك اليوردين دايفوسفيت وينطيك الكلوكورينويد كونجيكيشن هذي خدناها بالتفصيل زي وش كتب لك يا كتب لك يا 6 كربون 6 هيدروجين 9 اوكسجين 6 اي هذي هذي اوكسجين 1 2 3 4 5 6 7 هيدروجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تجمقت هاي هاي لان طالع منها تفرعين لا تفرع واحد اقول اج بس اطلعت شنو طالع منها الكاربونات جاد تفرعين زي تزيع هيدروجينات الاوكسجين 6 الكاربونات جاد الكاربونات هاي واحدة 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 كاربونات سوفيشن شو حسو بسوفيشن سهلة مثل ما ذكرنا بالساعة يطلح هذا الاتش يطلح هذا الاتش طالع شجيها تجي اس ماينس تجي ترتبط بيها فاذا باللوكرانويد واحد تكون راح تكون هي المين اكثر شوين تكون بالادولت هذيش تكون هي تكون بيه الانفانت اجي لك يا عبا الفوس السولفيت كونجيكيشن is detoxification reaction يعني اقل لك انو عملية السولفيت كونجيكيشن هيش يسوي هي يسوي detoxification reaction هي زي لك السموم it may produce reactive toxic molecule if occur on some l-anhydroxy containing compound اخذناها من الساعة قلني هي صح عملية السولفيت كونجيكيشن يزي لك السموم لكن من انا اسوي عملية السولفيتشن قلنا للن اتش او اتش من احسوي لها عملية السولفيتشن شنو هنا انا راح تكون هايلي ري اكتف قلنا هايلي الكتروفليك هاتو تتفاعل لك وي الماكرو مولكيول اللي هي DNA والرن اي والسبب لك toxic شو وقت هاي من تتفاع من اسوي عملية السولفيتشن للن او اتش احنا الحاجينا هذي وضح الحاجة تفوق شعدي عندي الفيناستين هذا الفيناستين يحتبرو مسكن زي واسس يقل لك لين هو بفد يعني هو toxic سميه هاي فسحبوه من السوق هذا الدراج هذا الدراج هل هو بي فينور على مود انا اسوي عملية السولفيتشن لاني لو لو لين فينور ما بي فينور مو حلقة بنزين بيواش ماكو هل هو بي كحول ماكو هل هو بي اروماتيك امي ماكو بدا يمر بالفايفون انا شعدك انا عندك فيسون اول شي شي شنو سوت فيسون شنو فتفايفين عملية حادروغسيليشن لمن دي الامين فانطانيشنو انطاني هايدروكسايل أو أنهايدروكسي أنهايدروكسي مركب شتوي يحتوي لك على الهايدروكسي هذا شنو شرح سوي له حيث ظل صار مهيئ إلى أن يصل لعملية السولفيتش إنه عندك كان عندك الأنهايدروكسي فشرح تجيها أسدب البوند أو أو ماينس ترتب و تطلع على هاي بها الصورة بعدين شرح يصير عندي هذي السولفيت تطلع فمن طلعت السولفيت من طلعت السولفيت شرح تبقى على النايتروجين يبقى عليها شحنة موجبة شبقى عليها يبقى عليها شحنة موجبة زين صار عليها شحنة موجبة زين فشرح يصير عندك يصير عندك شحنة موجبة فسعج عندك تجي تسحب هذا البوند تخليه هنا تروح يعني نحن تقرب يصير استبدال بالموجبة فالناتروجين اخذت هاي ونطت الموجب هنا هنا صار نخصان تمام بالالكترونات صار هاي لالكترو هذا شنو وصل الكاربونة الكاربونة هذا الدرق صار شنو هذا الدرق جانسف عم شنو على الدرق هلي هو اسمي اللي هو اسمي الفينستين فسوتudge بعديدا صار بعديدا ص оф طلع الصيف تمام طلع الصيف شنو بعديدا صار على الموجب البونت راح تصبرك صار طلع الموجب على الكاربونة فهس الدرق ما دام الكاربونة صار على الموجب صار هاي الكترو هاي شنو هاي الكترو فيك شنسمي هنا نسميه بالنيترونيوم آيون. شو سميها؟ سميها بالنيترونيوم آيون. فشنو هذي هسه ناصلت؟ شنو ممكن هذي يروح وين؟ يروح للماكرو مولوكيول. للماكرو شنوها مولوكيول اللي هي الدي اناي ار اناي وبروتين. فش السبب توكسيك. السبب سميها. السميها وراح اصد عندك. اصد عندك بالليفر ونصد عندك بالكيدني. ايجلك ذا ذا الهيبات التوكسيتي والنيفروتوكسيتي مرتبطة بالفينسين. ليش؟ لان اراح اصدقى عمالية ميتابوليزم انما. انما ستقوم بميتابوليزم سوات امالية ميتابوليزم للانهايدروكسي. جيم. فبعدين شنو سوات عن سوات انهايدروكسي وبمن بما سوات سوات بالسولفاشن. زي. فالوه سولفات كونجيكيشن. فهذا الوه سولفات كونجيكيشن. يقلك راح يطلع. راح يطلع. مين يطلع? شنطيني? جينرايت يمطيني. ري اكتف الوكتروفيلك يعني هاي الوكتروفيلك سميته سميته بالنيوترونيوم هذي. ويح يرتبط يرتبط بالبروتيني هو عبارة عن الماكرو مولكور. فش يسبب لك? يسبب لك توكسيدي سموية. لذا شنو سحبوه من العشواق. زي. يقلك ذي سباثوي. هذا الباثوي. عند الارين اوكسايد باثوي. تتمثل بميتابوليك باثوي. شو تكون? اكيد هناك انططك اللي هو الانترميديايت اللي هو هاي الوكتروفيلك. تمام? بعدين شنو بعدين صار بي الراجم سبونتينواص. تمام? وش كوال لك كوال لك اه في نوع حلقة يعني او اتش كوال لك موقع بارة. فاقلكنا انه هذا الباثوي. والارين اوكسايد باثوي. شو ماذا مثلك بالميتابوليك باثوي. اكيد احططيك انت الميداش يكون يكون هاي رياكتف يعني هاي الوكتروفيلك. فمن يرتبط. فمن يرتبط يرتبط بعد الادراجات. شيصير? يسبب توكسيتي. شي سبب لك? يسبب لك توكسيتي. سموي. هذا البارت الاول.